ينضم إلينا من أربيل النائب عن الجبهة العراقية محمد الخالدي مرحبا بك سيد محمد بداية ما هي مخرجات اجتماعكم اليوم مع زعيم الديمقراطي الكردستاني هل اتفقت الجبهة على محددات معينة بعد ما بات يعرف بالانسداد السياسي تفضل ممكن الصوت شوية على ما سمعت أعيد عليك السؤال أستاذ محمد اليوم كان لديكم اجتماع مع زعيم الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني سألتك عن طبيعة مخرجات هذه الاجتماع إذا كانت هناك مخرجات واتفاقات حول ذلك أنا سمعت أنه لقاء السيد البرزاني بس الصوت مواضح الحقيقة اليوم كان هناك لقاء سبقتها لقاءات مع القادة الشيعة والكتل الشيعية وكان الإشارات إيجابية واليوم كان اللقاء أيضا إيجابي مع السيد البرزاني وكان متطابق في وجهات النظر في كيفية اصلاح المؤسسة التشريعية وطبعا على رأسها تغيير رئيس البرلمان بعد أن أخفق مجلس النواب وطبعا تعرف هذه الإخفاقات هي استمرار للحكومة السابقة اللي كان يترأسها عادل عبد المهدي وفشلت الحكومة وأسقطت من خلال تظاهرات بسبب فشلها وبسبب فسادها هذا الفساد استمر وفساد المؤسسة التشريعية في عدم استطاعتها في تصدي أو استجواب الوزارات أو القيام بواجبها الرقابي والتشريعي سواء كان الرقابي لم يستطع فيه استجواب أي وزير أو أي مسؤول ولم يحد من الفساد الموجود في مؤسسات الدولة أما الأمور التشريعية ففيه خراب يعني تأتي من تعديل قانون التقاعد وثم بعد ذلك تأتي إلى قانون الانتخابات وكثير من الأمور اعتراضكم على قانون الانتخابات سيد الخالد نعم اعتراضكم على الفشل في رئاسة البرلمان بالتحديد أين يكمن الخلل في الرئيس يعني الخلل رئيس البرلمان هو يعني هو رأس الهرام يعني مفروض هو اللي يقوم بيعني يتحمل مسؤولية مثل ما رئيس مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية الوزارات رئيس البرلمان يتحمل مسؤولية اللجان الفاعلة داخل البرلمان وأيضا المحورين محور التشريع ومحور الرقابة محور التشريع فاشل يعني محور التشريع قوانين أغلبها قطأ أغلبها ما مررت بنصاب كامل وأغلبها هي بتوافقات سياسية صارت دون أن يكون هناك رأي للمجلس أيضا يعني بالإضافة إلى الأخطاء الموجودة يعني مثلا الآن قالون الانتخابات نحن جمعنا تواقع على أن يمر أن يكون الانتخابات بايومتريا فقط دون أن يكون أي نسبة أخرى يعني إذا كان هناك نسبة واحد بالمية من البطاقة الاعتيادية التي تسمى البطاقة العمية راح يصير تزوير مية بالمية تزوير أما البطاقة البيومترية يحد التزوير يعني الشخص المعني هو اللي فقط يقدر يصوت أما البطاقة العادية ممكن تصويت عشر مؤرات أو مئة مرة بالنسبة للبطاقة الواحدة وتزوير الانتخابات مرة ثانية طيب في سياق الفشل في المنظومة التشريعية سيد الخالد ماذا يستفيد السيد رئيس مجلس النواف في المضي بعدم تشريع قوانين أو تمرير قوانين تصفونها أنتم بالفاشلة والضارة والتي تعزز انسدادا سياسيا وفق ما فهمته من كلامك يعني أنا الصوت مو واضح طيب أعيد على مسامعك السؤال برأيكم ماذا يستفيد السيد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من تمرير قوانين ترونها فاشلة وأحيانا مضرة وتؤدي إلى انغلاق في العملية السياسية التي هي مسبقا متضررة جدا وهذا ما جعل الشارع ينزل للتظاهرات الاعتراض عليها يعني ما دعفتهم السؤال طيب معروف مواضح طيب يعني من خلال اجتماعاتكم بتحالفات سياسية هل هناك نية لشيء من قبيل سحب ثقة أو جمع تواقع معينة كنوع من الاعتراض على سياسة رئيس البرلمان السيد الحلبوسي إذا كنت تسمعني طبعا يعني تغيير رئيس البرلمان مو؟ نعم نعم بالطب نعم هناك حراكة الآن قادة المجموعة السنية اللي هو 35 نائب وهي اغلبية تقريبا بالتشاور مع القوى الاخرى تعرف هذا الامر يحتاج الى 166 نائب حتى نغير الرئيس وبالتالي يجب ان يكون هناك توافق وطني صار توافق الآن مع الكتلة السياسية واجولات مستمرة واليوم كان اخر لقاء مع السيد البرازاني وكانت الرؤام متطابقة القيادة اللي هي تمثل الجبهة العراقية سترجع الى بغداد هذا اليوم هناك اجتماعات في الايام المقبلة للبدء بجمع التواقع بعد ان اخذنا اراء كل الاخرى بالكتلة السياسية ونحتاج الى 110 نائب لتقديم طلب الى الرئاسة بتغيير الرئيس ثم بعد ذلك نجتمع ونصوت ب166 نائب للتغيير ثم 166 نائب لان يأتي بالبديل الشيء الجيد في الاتفاق هذا انه ماكو اي واحد عليه خط احمر بالنسبة لانه من الخمسة وثلاثين اللي هم مواقعين او الملتحقين بينا طبعا هذا قرار القيادة قيادة الجبهة وقرار الهيئة العامة للجبهة ضمن النظام الداخلي اللي احنا رأس بينا وبالتالي فانه لا مشكلة في البديل وسيحدد اسم البديل بعد ان نتشاور مع شركائنا من التحالف الشيعي ومن التحالف الكردي لاختيار اي بديل في الفضاء الوطني مو شرط احنا ان نكون احنا فقط راضين بل سنعرض البديل حتى يقبلون ويرضى عليك كل الكتل السياسية اغلب الكتل السياسية اللي هي ترغب في التغيير طيب موقف الكتل العفون الشيعية سيد الخالدي هل ينحصر في دولة القانون وتحالف الفتح ام ان هناك ربما قوى اخرى ستلحق بهذا المسعى في التغيير برئاسة البرلمان يعني هناك يعني التقاني باغلب الكتل السياسية هناك رغبة لدى اغلب الكتل السياسية قسم منها ارادت التشاور او ارادت يعني ان تتشاور فيما بين في قياداتها وهذا شي طبيعي وانا اتصور نهاية هذا الاسبوع ننتهي من التشاورات النظرية نبدأ بالعملية والفعلية في عملية جمع التواقع ثم بعد تنفيذ الاتفاقية في يعني البدء بجلسة الاقالة نعم من اربيل كنت معنا الناب عن الجفة العراقية سيد محمد الخالدي شكرا لك